أسانيد هذا الحديث ملأت مجلدين وشيخ الإسلامة بن تيمية رحمة الله عليه وشكك فيه عجب عجب الله ومين رد على ابن تيمية الألباني رحمة الله عليه قال له حمية ابن تيمية في الرد على الشيعة جعلته هنا إيش يعني شوي يخالف الحق الحديث قال الصحيح بلا كلام الألباني كيف تطعم فيه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وفي الصحيح وغيرهما مما تواتر تواترا مقطوعا به صح وإن زعم ابن تيمية أن الحديث فيه مقال مقال إيه أنا ذكرت هذا في خطبتي شفاء الأوام في مناقب الإمام عليه السلام هذا الحديث وما ذكرته هناك أبو الفيض هنا ذكره أيضا حتشوفه طبري كتب فيه مجلدين أسانيد هذا الحديث ملأت مجلدين وشيخ الإسلامة بن تيمية رحمة الله عليه وشكك فيه عجب عجب الله ومين رد على ابن تيمية الألباني رحمة الله عليه قال لا قال يبدو أن بمعنى كلام الألباني نحن لا أستحضره لكن معنى كلام الألباني أن حمية ابن تيمية في الرد على الشيعة جعلته هنا يعني شوي يخالف الحق الحديث قال صحيح بلا كلام الألباني كيف تطعم فيه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عدا متواتر أبو جعفر بن جرير مجلدين كتب أسانيد هذا الحديث ستقول لي والله هذه قارعة ما بعدها قارعة أكبر أعداء علي معاوية كان خلاص انتهى أصبته الدعوة اللهم والي من ولاه وعادي من عداه نعود تخيل وفي الصحيح وغيرهما مما تواتر تواتر مقطوعا به من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من ولاه وعادي من عداه وهذا الحديث قد جمع أسانيده ابن جرير الطبر في مجلدين لكثرتهما كثرت الأسانيد تخيل حديث تملأ أسانيده مجلدين متواتر تواترا فضيعا هذا الحديث ما في كلام تعرفوا ليه لأن النبي قاله منصرفه من حجة الوداع في غدير خم ومعه الألوف من الحجيج ألوف من الناس سمعوا هذا الحديث النبي وقف عند الغدير هيك في مكان شو مرتفع وأخذ علي ورفع أيده تعرفوه هذا مين قال لهم هذا علي كذا هذا ولي وأنا كذا اللهم إلى آخر الحديث شو رهيب وتواتر وبنتمي بشكك فيه البداية رد عليك قالوا لا 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 أنت أخذتك الحمية فرد على الشيعة بدك تشكك في الحديث هذا صحيح هذا ما يقدرش هذا الحديث وهل يصحه في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دائيل قالوا مثل هذا يطعن فيه الحديث هذا يا ابن ثيمية عشان تغيض الشيعة حقه حقه أي يتبع وهذا الحديث قلنا نعم نعم في مجلدين لكثرتها ورد عليه الباقلاني أو باق الباقلاني رحمة الله عليه الأشعري البصري فكان مغربا وابن جرير مشرقة فابن جرير يورد الأحاديث وأسانيدها التي أبهرت عقوة الحفاظ والباقلاني يبحث معه بعقله الأشعري البصري ولا يخفاك أن النواصب كان مقرهم بالشام والبصرة والأندلس هذا نوع من النصب هذا يجب أن تبحث معه الحديث ما فيه متواتر سلم لرسول الله والمقصود أن هذه الأحاديث الصحيحة المتفق عليها هي ما تواتر من لعن معاوية لعلي هذه مع مع ما تواتر هذه الأحاديث شفتها كيف في حب علي مولاتي وسبي كذا قال هذا الأحاديث في جهة ومع ما تواتر عاد أيها من لعن معاوية لعلي على المنبر طول حياته وحياة دولته إلى عمر ابن عبد العزيز وقتاله وبغضه ليس بس لعنه قاتله وأبغضه يطلع منه يعني تحصل منه النتيجة إذن يعني يطلع منه أنه منافق كافر الغمار يقول قال على براطن طبعا هذا كلام فيه تسامح كبير يطلع منه أنه منافق كافر فهي مؤيدة لتلك الأحاديث الأخرى ويزعم النواصب أن ذلك أعني لعن معاوية لعلي كان اجتهادا اجتهادا فأخطأ مع أن النبي صلى الله عليه يقول في مطلق الناس مش في علي لعن المؤمن كقتله فإذا كان الاجتهاد يدخل اللعن وارتكاب الكبائر عن الصالحين وارتكاب الكبائر فكل سارق شوفها الفقه فعلا وزان وشارب وقاتل يجوز أن يكون مشتحدا فلا حد في الدنيا ولا حقابة في الآخرة على الطريقة هذه عشان تطلع معاوية بريئا مشتحد مشتحد في كل شيء قالوا خلاص بصراحة أنا دم كنت أقول إذا معاوية اجتهت وكذا الله يخليكم فعبد الناصر وشدام حسين وكل الطواغيت وديمور لنك وأي طاوود في تاريخنا رضوان الله عليه اجتهت بصراحة لما عملوه عشر ما عمل معاوية بصراحة يعني عبد الناصر قتل مين سيد قطب رحمة الله تعالى علي بس معاوية قتل حجب عدي وتسبب بما فعله في قتل علي والخواج والقصة للمؤلمة هذه كل وتسبب في تمزيق الأم الإسلامية وشوفنا رشيد الرطاشي بكتبه هو أس نكباتي يا رجل هذا مصيبة مصائبنا يشكت يا رجل إلى أن قال ويكفي يعني يكفي الأستاذة بدباحثني مش من يكفي معاوية ويكفي الحديث المتواتر أيضا عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال يكفي يا جماعة قال الحديث المتواتر هذا الحديث مروي عن زهاء عشرين وقيل أربعة عشر وقيل أربعة عشر صحابيا وستكون لنا معه وقفة إن شاء الله قيل ثمانية وعشرين صحابي روح حديث ويحى بن سمية تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار انتهينا إيش من هذا الكتاب